السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة اتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير والله يدخل علينا وليكم هاد العواشر بصحة والسلامة اليوم ان شاء الله كما كتشاهدوا في الفيديو غادي نشارك معكم مربى الفراولة وبالأحرى القاعدة الأساسية في تحضير أي مربى بأي فاكهة تشهيتها نخليكم مع طريقة التحضير والمزيد من التفاصيل عندي هنا كيلونس دي الفريز اغسلتو انقيتو قطعتو قطع صغيرة على هاد الشكل من بعد غادي ندوز باش نوزنو انا ما كانوزنوش في اللول مني كانجيبو كان خليتاك ننقيه كما كتعفوك يضيع بزاف معدك تنقيه ودكشي باش ناخد الميزان اكزاكت عندي هنا يا الميزان باقي امتفي غادي نحطي واحد البول ثم غادي نشعلو غادي اعطاني السفر ودبا غادي نخلي فيه ذاك الكمية اللي عندي دي الفريز ونشوف شحال غادي بقالي انا يا كما قلتلكم كيلو ونص ابقتلي منها كيلو وميتين جرام على هاد الاساس غادي نعبر انا سكر سنيدة بالنسبة للسكر سنيدة درت 400 جرام بالنسبة للقاعدة كتقول بان اي كمية عندنا ديال الفاكهة كنديرون نصف ديالها ديال السكر سنيدة انا يا كننقص دائما 100-200 جرام ديال السكر ما كنبغيش يجيني حلو بزاف كيجيني معتادل هاد الكمية اللي درت كيجيني معتادل نورمال مو انا عندي كيلو وميتين جرام كيجيني ندير 600 جرام ديال السكر انا نقصه درت غير بمية جرام وفي الاخير جاني هو هادك كيكتشوفو كو بيدك سكر على الفريز وخلطه مزيان ودخلتو التلاجة ليلة كاملة في الصبح هانتو ما كيكتشوفو اطلق الما ديالو هدا هو السيرو هدا هو السيرو ديال الفريز هدا اللي نو يدير شي حلوة ممكن يحتفظ به واحد القريعة ويديرو فتلاجة يبقى ليلة ثلاثة ايام ليسقي به الجنواز كيجي رائعة وده بغضي ناخد واحد الكسرونة بيمكنكم تديرو احتفظ طنجرة ديال الضغط غضي نكوب فيها هاد الخالط وغضي نديرو فوق البطا حتى تطلع عليه الغليا يعني يسخن مزيان ومن بعد ندوزول المرحلة الموالية هنا غضي نحتاج لها الطحانة اليدوية كما كتشوفو معروفة متواجدة في كل بيت وغضي نحتاج لها ديك الشبكة الغليضة انا غضي بهد الغليضة باش لا تكستور ديال موربة ديالي تكون باينة وابقوا فيه واحد طريفات ديال موربة كنفضلو على داك الشكل غضي نركبها بحال هكا وغضي نخليها على الجنب ودابا من بعد ما سخن هذا الخالط مزيان غضي ندوزو باش نطحنوه هنا عياد طحانة در تحتها واحد الإناء وغضي ندوز نطحنو ما كيحتاج تلشي مجهود كيتطحن بكل سهولة لا بطبيعة الحال النار راني طفيتها بالنسبة للكونفيتور بصفة عامة هالطريقة اللي شاركت معكم كتلا قدروا بها كونفيتور لأي فاكهة غير هو الفرق اللي كاين في الفاكهة كالفاكهة اللي كتقشره وكاين اللي لا بطبيعة الحال مثلا أنا نقدر لها الطريقة كندير بها كونفيتور الليمون كندير بها كونفيتور ديال الخوخ كيجي رائع وشهدية طوما كيتقشره وبالنسبة لبرتقالته هو كيتقشر وايضا كنحيد له تذك القشرة اللي كتكون الداخل يعني هو كياخد شوية ديال الوقت في التنقية والخوخ كيما سبق لي وقيت لكم كيتقشر وكذلك حتى المشماش دابا من بعد ما سالت الطحين غادي نردو في الكسرونة غادي نردو في الكسرونة وندير عليه ونديرو فوق النار تكون مهيلة هاد المره النار تكون مهيلة كتر من اللول وغادي نخليه يعقاد ليه مع الاستمرار في التحريك فهد المرحلة هادي ما تغفلوش عليه قاوغي كل دقيقة هاكا جوش دقيق حركوهم زيان باش ما يلسقلكمش في الجوانيب وحتى في القاعدة الكسرونة هنا المربا هو بدك يعقاد وحتى الكمية كتنقص محدو كيعقاد والكمية كتنقص هادي نخليه مازال يزيد شوية حتى نوصل للقاوام اللي بغيت ونطلقه ان شاء الله هادي حصلت على القاوام اللي انا بغيه هدومه عقاد وما زال غادي زيدي عقد من ان يبرد قبل ما نطفي النار عندي هنا واحد نص حمضة مع صغره حمضة صغيرة او نص حمضة كبيرة عندي هنا نص دي الحمضة كبيرة غادي نضيف هاد العسر وغادي نحرك هاد العسر ديال الحمض غادي يحفظ لي على اللون ديال الفراولاء هاد اللون الأحمد وايضان غادي يحفظ عليه المدة طويلة ان شاء الله ان شاء الله ينحرك هكا واحد شجد قائق ثم انتفع عليه ونخليه يبرد ونطلقه باش نعمروه في القريعات ونشوفوا الطريقة ديال الاحتفاظ ديال به ان شاء الله بالنسبة للقريعات اللي غادي ندير فيهم المربا كيما كتشوفوا عندي هنا اشكال واحجام كتيره انا غادي نقول لكم هلاش بالنسبة لهاد الشكل هاده هو مزيان يعني محكم الاغلاق الاغلاق عفوا المربا ديالنا كيبقى معانا مدة طويلة لكن يستحسن تكون غي قريعة صغيرة باش هكا حيتعرفي لكم فيتور انفو تحلي القرعات كيخستك تكمليها واللي ما عندو شجاع يكتفي بهاد القريعات العاديين وانا غادي نقول لكم كيفاش غادي يبقى لكم في هاد القريعات العاديين مدة طويلة دابا غادي ندوزو باش نعمرو في القريعات حدا غادي نقوم بابي أليمونتير حدا انتو ما تشوفو غادي ندرو تانفحها القريعات العاديين هاد القريعات العادى هذه شكلات غادي نعمرهم كان ما غادي تلاحظو غادي نعمرهم كاملين يعني نعمرهم تلف وغادي نخليه مبلاسة الهواء باتاتا ومن بعد غادي ندير عليهم بابي أليمونتير غادي نغلقهم بالمغلاقات Samsung Samsung�� كما عمرتهم مزيان ما بقيتش بلاسة الهواء يعني ذاك الهواء مني كيدخلنا في القرعة واللي كيف سدنا المربى دينا هالطريقة هادي لكم فيتور ديلكم غادي بقى لكم تلتلت شهور في تلاجة ما يوقع له التحاجة وهذا هو المربى دينا هانتو ما كتشوفوا القوام دياله عن قرب قوام رائع ماشي متلوق وماشي عقد بزاف وانتو ما كتتحكموا فيه كل واحد كي يوصل للقوام ليهو باغي او اللي كيعجبو هايز كي اللي كيفضلو عقد اكتر وهد طريقة اللي شركت معاكم تطبيق ديالها كان على الفارولة ممكنكم تطبقوا نفس الطريقة على جميع الفواكه اللي كيهجبوكم وديروا بيهم مربى وطريقة الاحتفاظ كذلك مضمونا مئة في المئة الكم فيتور ديالكم غادي بقى لكم في تلاجة ثلاثة اشهر هذا هو الفيديو ديالنا نهار اليوم نتمنى الاعجاب ديالكم ونكون خفيفة ضرفة على قلوكم ما تنساوش التعمديالي عبر اللايك والاشتراك في القناة مع السلامة والى الفيديو القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة